التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرنيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى طلق وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هاتفيا من مفاوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجواري والتوسع أليفر فارهيلي في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير شكر الأخيرة إلى بروكسيل وحرس المفاوض الأوروبي خلال الاتصال على إحاطة الوزير شكر علما بالمستجدات الخاصة بقمة دول الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسيل وتم فيها إقرار مخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي من بينها مصر وذلك في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة من 2021 وحتى 2027 وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر كما تترقى الاتصال أيضا إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وإزالة أي معاوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام يقوم وزير الخارجية فرنسا ستيفن سيجورني بجولة إلى منطقة الشرق الأوسط في الفترة من الثالث وحتى الخامس من فبراير تشمل مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان وتهدف جولة الوزير الفرنسي إلى العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين والحديث عن إعادة فتح أفق سياسي وهي إحدى ركائز مبادرة السلام والأمن للجميع والتي قدمها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية على أساس المبادئ المعروفة وحل الدولتين استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب عدد آخر فجر اليوم جرى استهداف قوات الاحتلال منزلين مأهولين في رفح جنوب قطاع غزة وأفادت وكالة وفا للأنباء أن قوات الاحتلال قصفت منزلا يؤوي عشرات النازحين شرق رفح وأن القصف أصفر عن سقوط 11 شهيدا على الأقل وإصابة عدد آخر وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم العشرين بعد المئة حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ذلك الحين إلى 27131 شهيدا أغلبيتهم من النساء والأطفال وأيضا عدد المصابين وصل إلى 66287 مصابا في حصيلة غير نهائية ولا يزال ألاف المواطنين في عدد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات وتقوم قوات الاحتلال بمنع تواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم قال متحدثون باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن ضربات قوية أمريكية استهدفت مناطق حدودية في العراق محذرا من أن هذه الهجمات قد تشعل عدم الاستقرار في المنطقة وفي بيان له أضاف المتحدث باسم الجيش العراقي أن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويدا لجهود الحكومة العراقية وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقبه وستكون نتائجه وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة وكانت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم قد أعلنت أنها شنت غارات جوية في العراق والسورية وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا باستخدام طائرات تضم مقاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أصدر أوامره بتوجيه ضربات تستهدف منشآت في العراق وسوريا واشيرا إلى أن تلك المنشآت تستخدمها ميليشيات مسلحة لمهاجمة القوات العمريكية ومؤكدا أن الرد سيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها الولايات المتحدة وأوضح أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم أكد وزير الشؤون الخارجيات الهندية إستا جايشان كار أن الضم الاتحاد الأفريقي العضوية مجموعة العشرين كعضو دائم كان خطوة كبيرة على طريق تحقيق النهضة الأفريقية وأن ذلك أثار في الوقت نفسه نقاشا بشأن التعددية وإصلاح الأمم المتحدة جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الشؤون الخارجية الهندي بمناسبة إصدار كتاب جديد بعنوان الهند ومستقبل مجموعة العشرين صياغة سياسات من أجل إيجاد عالم أفضل وأضف أن ذلك يعتبر خطوة كبيرة على طريق نهضة أفريقيا وأصبح هناك اعتراف الآن بضرورة أن يكون لأفريقيا صوت حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب رقمين قياسيين جديدين خلال تسعة أيام من فتح أبوابه للجمهور حيث بلغ إجمال عدد الزوار أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون زائر فيما سجل اليوم التاسع من المعرض حضور نحو سبعمائة ألف زائر ما يعكس الإقبال الكبير على هذا الحدث الثقافي البارز وأكدت وزارة الثقافة أن المعرض تفرد هذا العام بالعديد من المشاهد الاستثنائية واستطاع تقديم وجبة ثقافية متنوعة جمعت بين الثقافة والفن والأدب والشعر وغيرها من دروب الثقافة المتنوعة معربة عن أملها أن يختتم المعرض بعدد زوار يفوق العام الماضي بجميع أيامه والذي يبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف زائر رياضينا تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لقرة القدم بعد الفوز على نظيره الغني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في ربع نهائي البطولة يأتي ذلك فيما تأهل أيضا منتخب نيجيريا إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية بعد تغلبه على منتخب أنجولا بهدف النظيف هذا ومن المقرر أن يلتق اليوم في دور ربع نهائي منتخب مالي وسحل العاج كما يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره الرأس الأخضر مشاهدينا انتهى موجز التساعي نعود لاستكمال بقي فقراء الصباح الخير يا مصر بعد الفاصل